فرقات أمنية متكررة من قبل تنظيم داعش في جنوبي وجنوبي غرب كاركوك وتحديدا في المناطق المفتوحة التي تشهد قلة التواجد الأمني كقضاء داقوق والدبس هذه التعرضات التي واجهتها القوات الأمنية ببسالة لتقطع دابر الإرهاب فيها فيما أشار السياسيون لضرورة إعادة النازحين لمناطقهم من أجل استتباع بالأمن نحتاج إلى زيادة الجهد الاستخباري والعمل الجاد على إعادة أهالي هذه المناطق بشكل فعلي لتغطية حالة النزوح والفراغ السكاني الموجود في المنطقة اللي ممكن أن يسمح بوجود خلايا نائمة أو بأي عمليات أو خروقات أمنية تضرب المنطقة عابتا هذه المناطق يعاني أهلها منذ أربع سنوات أكثر من أربع سنوات وعانون من عدم قدرتهم على العودة إلى مناطقهم بسبب وجود الألغام تفعيل الجهد الاستخباري للنيل من الخلايا النائمة بات أمرا ضروريا للحد من هجمات داعش التي تستهدف مرافقا عسكرية ومدنية الغاية منها زعزعة الأمن في المنطقة مستغلة الظروف التي تعصف بالدولة تركوك شهدت في الآن الأخير والأسيمة العشرة الأيام الماضية ضربات لتنظيم داعش تهدفت بعض المنشآت العسكرية وأيضا بعض المنشآت المدنية أنا أعتقد أن تنظيم داعش وتنظيم دولي ويستأقل ضعف بغداد والوضع اقتصادي سيئ لها لا شك مسألة الخلايا النائمة هي مسألة محقدة وهي تحتاج حنك وتدبير أمني سياسي من قبل الدولة مثلما أسلفت الجهد الاستخبارات والوحيد القادم على القضاء على الخلايا النائمة على اعتبار أن تلك الخلايا خلايا غير مرئية ولا يمكن أن تكتشف إلا عن طريق المعلومة خروقات تهدف لتأزيم الوضع الأمني فتلك الأياد الخفية تحتاج وقفة أمنية قوية تضرب يد من حديد أما لسان حال المواطن فيبحث عن بيئة أمنة لتسعف متطلباته والتي أهمها الأمان سعدون السلطان قناة التغيير كاركوك